وفي المقابل أكد قيادي في تقدم أن لا أحد يستطيع أخذ منصب رئاسة البرلمان إلا بموافقة الحلبوسي وقال القيادي أن زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي هو رمز المكون السني حاليا ولا يمكن نكران هذه الحقيقة مؤكدا أن حسم منصب رئاسة البرلمان متوقف على موافقة الحلبوسي وأشار إلى أن تقدم لا يمتلك أي خطوط حمراء على محمود المشهداني مشيرا إلى أن حزبه اتخذ القرارات القانونية ولم يعطل دور البرلمان مؤكدا أنه سيبقى يطالب بقانون العفو العام حتى نهاية حياة جميع الأعضاء في حزبي تقدم وأضف أن منصب رئاسة البرلمان لن يحسم إلا بعد موافقة الحلبوسي على الشخصية التي ستجلس على كرسي الرئاسة من بعده